في ختام الدورة التاسعة والأربعين للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المقامة في العاصمة فيينا بمشاركة دولة الكويت قال المستشار متعب لمطيري من إدارة الفتوى والتشريع أن ممثلي الدول ناقشوا الإصلاحات المقترحة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وصولا لإقرار مشروع النظام الأساسي لآلية دائمة لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية وأضاف المستشار المطيري أن دولة الكويت تسعى من خلال إقرار هذا المشروع الدولي بإنشاء هيئة تحكيم دولية للنظر في النزاعات بين المستثمرين والدول ما يبين الدور الذي تقوم به الكويت كعضو فعال في المجتمع الدولي تسعى دائما لحل الخلافات والنزاعات بطرق ودية وقانونية وأضاف أن دولة الكويت تسعى لجعل الكويت بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين تسعى هميندين تسعى هميندين